اشتركوا في القناة قصته مع الكتاب ولقاء مع الكاتب والإعلامي ياسين عدنان تحدثنا حول روايته هوت ماروك مراكش الكتابة مصفى عاما ياسين شكراً على الاستضافة شكراً على القهوة سؤال الأول هو من نسبة رواية هوت ماروك الطبعة الثانية في العربية ترجمة الفرنسية ترجمة الإنجليزية وكيف كنت تنتظر هذا النجاح للرواية هو في الحقيقة في الأدب النجاح نسبي ما كنت قدرشيت أنت النجاح الذي يعنيك في لحظات الكتابة هو أن تقبض على الشخصية ديلك مزيان أن الحب كتكون مقنعة لك أولاً أساساً لأن أنت أول قارئ لنفسك هذا هو إلاح سيتي بأنك نجحت في بناء رواية مقنعة فيها حد من تشويق من المصداقية بالنسبة للشخصيات والأحداث أيضاً كين بناء اللي هو محكام وأيضاً مشويق هذا هو النجاح هي شخصية مغربية محدى علش الإسم ديالها رحال رحال عوينا هو رحال لأن أنت كتعرف الفضاء هذه ربماً أهمة يتحقق في هوتمروك هي أنها يمكن أول رواية مغربياً تبهت للعالم الفتراضي لأن نحن كتبوه على المدينة والقرية والمقهى والمطعم والمعمل والسوق ولكن الفضاء الفتراضي كان عيشوا فيه و لم نكتبوه عليه هو فضاء من فضاءات العيش لهذا كتبت عليه نهاراً بغيت نكتب عليه عطيت شخصية لمدمينة في الإقامة ديالها في الفضاء الإلكتروني ولكن رغم أنه رحال واحد الشخص الذي يقلس في الكرسي دياله وفي المكتب دياله في السيبر اللي كان خدام به من الصباح إلى الليل لأنه كان يترحل بين الفضاءات الإلكترونية يعني أنت كتعرف مليك الدخول للفضاء الإلكتروني الافتراضي كتولي في حال الترحل دائم إذن هو رحال بهذا المعنى بالمعنى الافتراضي وش ممكن نقوله بأن العالم الافتراضي أعطى أخيراً بعد محاولات عدة أعطى الرحال واحد للمعنى بالنسبة لي لحياة دياله لا هو معمر الرحال تحقق ذلك تحقق ذلك التحقق الذاتي ما أمره حصله إلا عبر الأنترنت إلا في الفضاء الإلكتروني لأن أرحال أولاً شخص جبان شخص محقور شخص ما عنده قدرة على المواجهة عن الناس حياته كلها عاشها جنب الحيط كما يبقى بعيد عن أي احتكاك مع الناس يحس دائماً بأنه أي شخص إلا فهو أقوى منه يعرف حسن منه هذا الرجل دائماً لا يؤمن بنفسه ولا بإمكاناته وفعلاً بعيد من العالم غير قادر على مواجهته في اللحظة اللي اكتشف الفضاء الإلكتروني قلب اللتي هذا الفضاء تتيح لي أهم شيء كيحتاجه شخص ضعيف شخصية من الرحال هو اللانونيما الغفلية فهو هذا اللانونيما قال يا سلام إذن أنا يمكن لي الآن أن أتحقق وأن أمارس يعني قاعد الأشياء اللي بغيين أمارسها بدون ما يعرفوني الناس بحالة خفاء وما ترعين كل النور شو تيش كخرج منه يعني العنف الرمزي العدوانية أنه كيسمم الأجواء الإلكترونية أنه يشتم الناس يبخسهم يعني نعمل شي حاجة يعني يلتغ السيغتوس كيبوج لكي يتحرك يطلق عليه النار فبدأ كي يتحقق وصار سعيداً بنفسه فقط حينما اكتشف العالم الافتراضي إذن هي ممكن قلوبة لنا سرخص يعني كود قول بالنسبة لك طبعاً سيكون كود قول لأنه أنا منسبة لي رحال لو كان رحال شخص واحد احنا كتبنا الرواية والله يعني ممكن أن تقتله وترتاح يعني رمزياً حتى عبر الكتابة المشكل هي أن مجتمعنا عمر برحالات كان مزافة الرمزية في الرواية استعمال الأسماء مزافة الحيوانات البقار، السينجاب ومزافة أخرى الحيوانات وقبل أن نتكلم عن هذه الرمزية نجد تشاهد رابورتاج من الاقتراح حتى نتلقوه مع أقدم كتبي في المغرب بالاسم ديالو زويتا البداية كانت تتعود وخمسين في الدار ويدا المهم شي تخدمت في واحد الفران في درب الصرفة في صدقات 18 أنا أخدم في الفران واحد ناجت واحد المرأة قلت ليا عافك يا جيبشي كتبها حرقهم كده قلتها هو خفيل قلت ليا في صدقات 21 مشيت مع هذه المرأة جبت هذه الكارتونات بديتا ندير هكا الخيط فيها مشي كتيبات زيانة بديت شوي أحتيت واحد نيت واحد الخيصة ديال يوتيف السباعي بديتا نشوفها و بديتا نعزل هادو الكتيبات واحد نعنا ما عندي فلوس ما عندي وارو وانا نجرب هذا قصيد ندكر بعض الكتيبات غير ربعة منهم بديتهم درب غلي في العشية حتيتهم بديتا نشوفهم بعتهم هين الفكرة هذه هذه هي البداية الليلة ومن جملة اللي رقيتنا في أنا ديكسا وهو رقيت واحدة الكتاب اللي كان ديكسا ديال سلامة موسى مشهور وهو حرية الفكر وأبطالها في التاريخ هادو كتيب بديتا نكون خدام الفران وتنسينا الخبزي طيب وتنبدأ نحاول كلمات نسمعهم أنا مشقاري وتنبدأ هادو كالطرفية طيلة سانة باتيجوا طالبة عندي تيبوا يسخنوا في فران وليسي تنبدأ النقش معهم هذي هذي فكرة هذي فكرة هذي فلسفية بتدخلت ليه الهاجيس ديال الطقافة وخصوصة هذي مرحلة الليلة ديال الكتاب أصبحتني عندي هاجيسة إلا كنت خدمة كنت ما خدمت تنخرج الكتيبات ما يخدمت ياما تنبدأ نشري الكتيبات اللي يجعرها تنبدأ نحتفع تنحت فساح تسرغنا ولف طلعت الحفالي ودخلنا الهاجيس ديال الفكر العلمي تتسمع الفكرة وتتبدأت نبجها شنائية لكسع طالبة كان ولكن هادا تنسبيها نعاصر للزهرة طالبة مني كانوا طالبة المغرب راه يفتخر بالعقلية ديال تستينة البداية ديال طالبة راه ماشية راه طالبة راه كنا واحد تنوير إلا تنسميه عصر الهندة تنوير احنا كان عندنا عصر تنوير تستينة البداية اللي كانت الطالبة يعني ماشية طالب كان طالب نيسي تقلس معاك وتتوجهك وتتوجهوك هادا ايوه هنا بديتشتاني العلاقة مع الكتاب هنا أنا القراءاتاني في القراءاتاني نفرس في العشية بدأت هذه المرحلة في انتقال بين من ركس والدار بينا بدأت بين الفران تنقول لي أنا من الفران السخون ولكن خدت الفران أسخنوا منه هو عالمك ياسين عش استعمال أسماء الحيوانات في الرواية لا هو الحيوانات في الحقيقة ماشي يعني الحيوانات أولا أنا عندي كل شخصية عندها قارين حيواني وهذه القضية القارين الحيوانية أنا جبتها من رحال لنا أحيانا وأنت تشتغل على شخصية وكتبغيت بيين تعقود النفسية ديالها وتعقود تركيبة ديالها كتقلب على بعض الحواج يعني كل كاتب كيمكن له يقلب على شي حاجة باش يبين إلى أي حدين شخصية دياله عجيبة ومعقدة بالنسبة لي رحال تخيلته بأنه شخص يشوف العالم بوحد نظرة كما قلنا فيها عدوانية فيها حيقد فيها خلل جزء من الاختلالات أن رحال كل إنسان تشوفه قدامه يقلب له على قارين الحيواني الحزاب السياسي عندها رموز نحن في المغرب دابا عندنا حزاب سياسي عندها رموز حيوانية فأنا قبطت جميع الأحزاب السياسي اللي كان فيه طماغك وكلها أعطيتها رموز حيوانية فالبشر عنده قارين حيواني الأحزاب عندها رموز حيوانية هذا شي كله خلاني في الأخير للفصل الثالث أو الجزء الثالث من الرواية اسميته الكوميديا الحيوانية حقيقة باش تقول بأنه رحنا نعيش تقريبا في غابة غير هو هديك العدواني عند الإنسان مقصودة عند حيوان أنستنكتيف يعني ما متيهدفش أنه فرمال علاش مدينة مراكوش؟ العالم يبدأ من بيتك العالم يبدأ من بيتك وكان أعتقد أن كل كتاب إذا أردت أن تتحكم في عملك أكتب عما تعرف خصوصا في الأمكينة أنا بالنسبة لي أنا القاهرة أنا ربشيت للقاهرة المصريين يدوروا معي في حواري القاهرة و القاهرة الفاطمية و في الحلمية يقولوا لي أنت تعرفون البلد جيدا أنا أعرفهم خلال نجيل محفوظ لهذا طبيعي هو أن أكتب عن مراكوش بش نتحكم في شخص نوطنها وأيضا لأنه عندي إحساس بأن مراكوش تكتب عليها بزاف الأدب ولكن كل شيء يهضر على مراكوش سياحية جمع في نوع ما يوحيطوا بها أنا بالنسبة لي أن أعيش في المدينة وأنا أعرف كم هي مراكوش متعددة غير بعيد عن مدينة مراكوش في أي تورير طلقنا بالطفل ينتمي إلى قرية إسويس فيلاج وتقسم على حبه للكتاب قراء الكتاب اللي عم تكلم عليه اسمي سوروبينسون كريزو المؤلف نتعه هو دانيل ديفو دانيل ديفو يحكي لنا هذه قصة حقيقة واقعية لوقعات الفتى اسمي سوروبينسو اللي يريد أن يكون محامي ولكن باباه يريد أن يكون مغامر ولكن باباه يريد أن يكون محامي ولكن واحد سفينة كانت غادية الإنجلاترة فاش كانت ديك سفينة غادية الإنجلاترة تشقت به فاش تشقت به داتوا الواحد الجزيرة فاش داتوا ديك الجزيرة واللي فعل الحيات اللي كعيشو كبحال الحيات اللي كعيشوها الحيوانات وبتم تعلمي صنع الصوف تمنى يصنع تعلمي صنع الصوف والأشياء الأخرى كبحال طعام والطين ودك الشيء وفاش تعلمي صنع ذاك الشيء جات واحد سفينة أخرى اداتوا ويرجع الوطن منتاعوا عند عائلته بعد غربة 35 سنة اسمي الكتاب السر الخطير بقالم عبدالرزاق الأزرق الملخص ديال هاد القصة هو أن جوجة الأصدقاء قرروا باش يعرفوا بلي أن واحد المنزل قريب من القارية ديالهم اللي كي يسكنوا فيها هو واحد المنزل كتجي لي كل شي حيناء في آخر الأسبوع وكتهز صناديق عامرة بالحوت وقرروا باش يعرفوا شنو أش كيديرو أش كيديرو بذك الحوت كلو فاش ومبعدها كيدخلوا لهذاك المنزل وكيلقاوا بلي كيخبيوا في ذاك الحوت المخديرات وكيهربوهم للدول وحدة أخرى وقرروا باش يديهم البوليس ولكن قاوهم واحد الراجل بلي هما خارجي من ذاك المنزل وحبسوهم تمام وقرروا باش يصفطوا واحد الرسالة للقرية ديالهم باش يساعدوهم وهم عيطوا للبوليس وجاو للبوليس وشكروا بادر وصديق ديالو على هاد الشي اللي دارو باش يقرروا يعرفوا هاد المهري بي السفت من هاد القصة أنه رغم المخاطر والمخاوف ديالنا خاصنا نعرفوا الحاجة اللي مخبئة هادك السر أو هادك الحاجة الكبيرة أو شي حاجة مثلا مخبئة خاصنا نضروري نعرفوها وإحنا قاش ممكن تضرنا أو تضر الناس ياسين لح تبع أنه كن واحد مجهود جميل جداً ومجهود كبير في صورة الغلاف بحلتي بعدنا عندك الصورة النمطية ديال طابلو تجريدي اللي تقريباً سنوات وتنشوفه بأغلب الكتب المغربية واش انتك تساهم في الفكرة ولا دور النشر اللي تأصحام هذه الفكرة هذه أنا باش نكون معك صريح وواضح إلا خليتي الغلاف ديالك الدار النشر فزيما أنت ماشي في خير بكل صدق أنا الغلاف الأول ديال دار الفينك رفضت الغلاف الأول بعتولي غلاف تاني رفضته ثم تعاونت مع المصمم ديال الدار باش نوصله الغلاف الثالث الاحتواء ممكن تكون عليها ملاحظات ولكن هذا هو الغلاف الثالث بالنسبة للغلاف المصري ديال دار العين حتى هو كان عندنا نقاش ولكن داروا هذا التركيب اللي كيقدم واحد الصورة المغرب وكيحاول يبين مراكش بواحد طريقة فيها شوية نمطية ربما الغلاف الذي راقك هو الغلاف الفرنسي ديال أكتسود هذا أيضا هو الغلاف الثالث هذا أيضا هو الغلاف الثالث كان عندنا غلافين مع فنانين أخرين ولكن الغلاف اللي شدنا هو هذا ديال مصداش الجزائري البوب آرت كما تلاحظ واللي مع المصممة الفرنسية طبعاً ديال الدار حاولت تشتغل على الأحمر والأخضر اللي هو العالم الوطني وحاولت توظف هذه العناصر لتعطي فعلاً غلاف عنده جادي بيتو الغلاف الأمريكي ديال النسخة الأمريكية ما زال ما توصلش بها مع الأسف حتى هو مشتغل عليه بطريقة أخرى لأنها بالنهاية الأغلفة هي شغل الناشرة ولكن ناشرة تكون عنده رؤية نحن مثلا في المغرب لا كتلقى في الغالب الغلاف كيمة في الضلطي كيمكن تجيب واحد اللوحة جريدية وتدير اللوحة هنا وصفي والإسم والجنس ديال العمل الأدبي وكذا وهذا غير كافي شكراً جزيلاً على هذه اللحظة الجميلة ومتلقوا إن شاء الله فرصة قديمة إن شاء الله شكراً على الزيارة مرحبا بك والتوفيق لك في هذا البرنامج ممتع والمتمييز